بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيك أنا أعزائنا الطلاب الدرس الجديد بندروس دورة المشكلات الرياضية نحن هلا إن شاء الله حنحل مجموعة من المسائل الخاصة بالمشكلات الرياضية طيب نجي للسؤال رقم 7 دفتر يعني دفتر باللغة العربية دفتر فيات هاي كتير الكلمة هتمروا معنا فيات فيات يعني سعر إذن كلمة مهمة فيات يعني سعر ودفتر يعني دفتر إذن دفتر واحد دفتر سعر يعني سعر الدفتر الواحد كلم كلم يعني ألم فيات يعني سعر كما فسعر الدفتر الواحد هو ضعفي سعر الألم ناقص خمسة شفتوا إذن أنا إذا سميت مثلا سعر الدفتر دي وسميت سعر الألم ك معاشي؟ فعم يقلك هو إنه سعر الدفتر الواحد يساوي ضعفي سعر الألم شايفين؟ تنين كاتل تنين سعر الألم خمسة إكسي يعني ناقص خمسة في عنا واحدة اسم عايشة قل شترت دفتر وشترت ألم وكلف الموضوع أربعين ليرة إذن في عنا واحدة مخلوقة اسم عايشة قل شترت دفتر و و و و اشترت ألم فالتبلام كان أربعين ليرة إذن هي شترت دفتر واشترت ألم طلع معا التبلام دفعت أربعين ليرة خاروفة بنار على ذلك قديش سعر الألم كاتش يعني سعر ليرة ليرة يعني تركيا كلم واحد طيب هلا بدل الدب حط اثنين كي ناقص خمسة زائد كي يساوي أربعين منه الخمسة للطرف الثاني بيطل معي ثلاثة كي يساوي 45 معناتها الكي تساوي 45 تقسيم ثلاثة يعني 15 إذن إحنا بنستنتج أنه سعر الكلام 13 15 ليرة إذا كان بده سعر الدفتر برجاء بعود هون بنين ضرب 15 ناقص خمسة بيطل معي 30 ناقص خمسة فبيطل معي سعر الدفتر 25 ليرة بتاعه نتأكد شنون بنا نتأكد أنه حالنا صح 25 زائد 15 بيطل معي طبلام 40 ليرة طيب نشوف المثالي بعد هذا المثال والله أعلم والله أعلم والله أعلم في خطأ بالكتاب والله أعلمها أنا من خلال تحليلاتي وإجراءاتي اكتشفت أنه في خطأ بالكتاب حقلك ليش؟ بجوز النسخة الأقديمة في عندي نسخة جديدة بس مو موجودة بين إيدي حاليا فممكن يكون في خطأ والمشكلة دعوا نشوف نقرأ نحنا أول شي عندي ببير صنف صنف كمان كلمة ستمرق معنا كثير بالمفائز صنف يعني صف 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 المنحور فيه في عندي صف أورنجي أكد بتعرفش يعني أورنجي يعني طالب تبلام الكل الصي يعني عدد يعني شو صار عندي عدد طلاب الكل في الصف هو كز كز كمان حتدمر معنا كثير كلمة كز يعني بنت تمام كز أورنجي طالبات البنات ستة كاتر ستة كاتر يعني ستة أضعاف إذن عم يقلك أنه أنا عندي صف مثلا التبلام تبعه يساوي ستة أضعاف عدد الكز التبلام يساوي ستة أضعاف وعم يقلك كمان أنه التبلام تسعة وأربعين ما نعطى قديش عدد الزكور air kick بنا جوري air kick يعني زكر أو زكور قديش عدد الطلاب الزكور عدد الطالب أورنجي طالب air kick زكر كاتش قديش طبعا السؤال خطأ السؤال خطأ لأنه نحن فينا نحسب عدد الكز طالما طب لام ستة ك فتغريب أو ستة ك يساوي تساوي أربعين بيطلع معي كت تساوي أربعين تسيم ستة يعني تقريبا عندي ست بنات ونصف بالصف خطأ هذا الحكي أنا برأي والله أعلم حتى أريت الإنجليزي كما in a class تعالوني أرى مرة تانية بالإنجليزي المسألة فيها خطأ الترجمة صح in a class في صف عدد الطلاب الزكور في الصف كان لازم يقول أنه عدد الزكور يساوي صد أضعاف عدد الإناص هيك لازم يقول إذن هيك بتنحل المسألة وفعلا بيطلع جواب 42 غير هيك خطأ حكيو إذن مرة تانية إذا فرضت أنا عدد الإناص كز فرضته k منعطة عدد الزكور بيكون ستة k عدد الزكور يلي هو ستة k زائد عدد الإناص يلي هو k شو بيعطيني التبلام يلي هو 49 فبيطلع معي سبعة كز أو سبعة k يساوي 49 منعطة عدد الكز 49 تنسيم سبعة يعني سبعة إذن أنا عندي سبع إناس بالصف معناته كم ذكر عندي بسيطة عدد الزكور عدد ال-air kick الزكور يساوي عدد الطلاب الكلي تبلام نائس عدد الإناص الكز التبلام عندي تساوي 40 والكز تلع معي سبعة فجواب 42 أو بطريقة تانية نحنا قلنا أنه عدد الزكور هو ستة أضعاف عدد الإناص يزاك ستة ضرب سبعة فالجواب 42 هذا بالنسبة للسؤال التامي نجي للسؤال التاسع أنا ما فهمت شبته بهذا السؤال أنا بصراحة ما فهمت شبته ممكن يكون مغير بالنسخ الحديثة أنا ما فهمت شبته يعني أنا قريت السؤال مرة ومرتين وثلاثة قريت الترجمة ما فهمتها تلحي بجوز الترجمة خطأ راحت هذا أنا نسخته كله على جوجل صورته ما ما فهمت شو بده بصراحة يلي يفهم شو بده بهذا السؤال ياريت يكتب بالتعليقات ويحط اللي لايك يلي ما فهم المهم علينا نجي السؤال رقم 10 سؤال رقم 10 عائشة واحدة اسمها عائشة 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 وجيرين يمكن اسم بنا جيرين بارة إذن كلمة حتمروء معنا كتير بارة كل هاتنا منحب البارة شي يعني بارة؟ يعني مصاري لو أستاذ أمار كذب تحب البارة إذن عائشة وجيرين المصاري تابعون مجموعون 170 ليرة إذن حسمي مصاري عائشة A حسمي مصاري جيرين بجوز سيرين هي بس أنا المهم علينا حسمي مصاري عائشة A وحسمي مصاري جيرين ج إذا جمعت المصاري بيعطيني 170 هو هيك قال لي أنه الطبلام مصاري عائشة وجيرين طبلام 170 شو عمي يقولك هلا عائشة مصارية هي أربع أضعاف مصاري جيرين إذن عائشة هي أربع أضعاف مصاري جيرين بناء على ذلك بناء على ذلك جيرين قديش معه مصاري؟ إذن جيرين كاتش لي راسي فاردر فار يعني في موجود تمام؟ قديش مع جيرين مصاري؟ حلو أنا عندي إذن عائشة هي أربعة سي زائد سي يساوي 170 فخمسة سي يساوي 170 فبستنتج أنه سي تساوي 170 تقسيم نجي للسؤال رقم 11 تابعي معي إذن شو تعلمنا اليوم مصطلحات برا مصاري دفتر كلام فيات سعر فيات كتير كتير كلمة بتمرق معك فيات سعر اتعلمنا أيضا اير كيك زكر كوز ينس صف اورنجي طالب لنجي لهم سؤال رقم 11 عندي 56 كيش كيش يعني شخص تمام كيش اللي كلا هاي لوحي قبلها فيها بس كيش يعني شخص إذن عندي 56 50 شخص في صف تمام انت بتقسم المسألة معش قسمت حطيت خط هلأ هيك بيّن انه وقف انه أنا عندي بصف 56 شخص خمسة اير كيك يعني خمس ذكور واثنين كز واثنين ايناص اورنجي ايرلنجا جيريي شو المعصوب ب ايرلنجا جيريي يعني المعصوب انه تركوا الصف تمام يمكن جيريه هي الترك او ذهب يعني طلع من الصف تمام اذا انا عندي 56 خمسين طالب طلع من هالصف هات خمس ذكور وطلع ايضا اتنين اناس قال كلان 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 كلمة مهمة جدا كلان شو يعني تبقى المتبقى او سيتبقى تمام كلان اورنجي ايركيك سيه هو واربعة كطر كيز اورنجي سيه ثلاثة كطر شو يعني قال حافطرد مبدئيا انه عدد الذكور اكس تمام اذا عدد الذكور حافطرده اكس وعدد الاناس حافطرده واي حلو الحك قال وطلع من الذكور خمسة فصار اربع اضعاف عدد الذكور يساوي ثلاث اضعاف عدد الاناس طبعا الاناس طلع منهم تنتين بنتين طلعوا اذا بعد ما طلع من الصف خمس ذكور وثلين اناس طبعا قدي صار عدد الذكور اكس لايس خمسة قدي صار عدد الاناس وي لايس ثلين فأربع اضعاف عدد الذكور ايركيك يساوي ثلاث أضعاف عدد الطلاب الإناص وين يساوي؟ وين كلمة يساوي لك؟ الشيت يساوي إذن قدي صار عدد الزكور؟ أنا الزكور X طلع خمسة قدي صار عدد الزكور؟ X رائز خمسة قدي عدد الإناص؟ Y طلع اثنين معناته قدي صار عدد الإناص؟ Y رائز اثنين بعد ما طلعو صار أربع أضعاف عدد الزكور الجديد يساوي ثلاث أضعاف عدد الزكور الإناص طبعا ما ننسى أنه عدد الزكور بالأساس زائد عدد الإناص كان قبل ما يطلع شي 56 هو قال لي أنه في عندي 56 كيش بهذا الصف كيش يعني شخص بذبّط المعادلة بشكل ساب يطلع معي 4 ×X전、-20 يساوي 3 ×UX بنقومي 3 X الزكور بطلع part 3 بصير معي 4 ×UX înpas 및 3 ×UX這 16 هي المعادلة الأولى وعندي معادلة الثانية هي X ذائد Y يساوي 56 بدرب المعادلة الثانية BY أي�지 3000 بدرب المعادلة الثانية بـ שהى 3 Y هي عفوا bure بضرب المعادلة التانية بالثلاتة مش هنحل المعادلة بدصير أعندي المعادلة الأولى 4 ×UX they 3 Y يساوي 14 والمعادلة الثانية 3X زائد 3Y يساوي 56 ضرب 2 يعني 168 بجمع المعادلتين بتروح 3Y مع 3Y بس فعندي 7X يساوي 168 زائد 14 يعني 182 مرعة الX تساوي 182 تقسيم 7 فالجواب 26 طيب طلع معنى عدد الزكور 26 هو شو بدوته طيب هو بده بالصنف بالصف كم طالب زكار موجود فجواب 26 سؤال رقم 12 أنا عندي زلمة اسمه غوركيم الله يسامحون أهلون على هذا يسميه ابنه المهم عندي زلمة اسمه غوركيم كركم يعني هذا كركم روماني روماني يعني رواية تمام رواية نوفل بالانجليزي رواية تمام قال ستين صايفة نينو أربعين قن بتة بتة يعني خلاص تمام شو عم يعمل هاد الزلمة غوركم كركم كركم قن لازم نحفظ كلمة قن يعني يوم هافتة يعني اسبوع آي يعني شهر ويل يعني سنة تمام فبالقن خلاص ستة وخمسين آآ عفوان 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 آسف انه باليوم الواحد بالقن دي ستين صايفة صايفة يعني صفحة إذن هو المقصوب انه كان عم يقرأ كل يوم قن دي دي يعني في في اليوم قن دي يعني في اليوم عم يقرأ ستين صايفة كل يوم عم يقرأ ستين صايفة آآ احتاج لتنين واربعين يوم لينتهي من أو يخلص الرواية إذن هو يحتاج تنين واربعين يوم ليخلص الرواية معناتها رواية كم صفحة إذا كل يوم عم يقرأ ستين صفحة احتاج تنين واربعين يوم معناتها هي تنين واربعين يوم ضرب ستين فبيطلع معنا عدد صفحات الرواية الفين وخمسمية وعشرين صايفة صايفة يعني صفحة مثل معنا حلوها الحكي حلو قال في حال هو خلال باليوم الواحد أرى أربع وثمانين صفحة بناء على ذلك كاتش جون بدو أو بيحتاج لا يخلص بتا إلا بتا يعني يخلص كم يوم بدو لا يخلص إلا نحنا هي عدد الروايات كل عدد الصفحات بالرواية الفين وخمسمية وعشرين صايفة أو صفحة معناتها إذا كل يوم أرى أربع وثمانين صفحة معناتها شبع ما بقسم الفين وخمسمية وعشرين تقسيم أربع وثمانين لشوف كم يوم بيحتاج مو كل يوم عم يقرى أربع وثمانين صفحة فبقسم عدد الصفحات على أربع وثمانين فبيطلع معي هو بحاجة تلاتين يوم إذا هو بحاجة تلاتين جن أو تلاتين يوم حتى ينهي الشو اسمه سؤال رقم 13 آخر مسألة بدرس اليوم بوكت زل ما اسمه بوكت معه ميتان وثلاثين ليرة دي جو دي جو جو واحد اسمه دي جو جو معه مية وسبعين ليرة إذا بوكت معه ميتان وثلاثين ليرة ودي جو جو معه مية وسبعين ليرة تمام حلو بوكت ودي جو جو قال إشت إشت إذا إشت شو يعني يساوي مكتار مكتار بالعربي مقدار برا مصاري هارجند كنت سور بوكت كلان برسة طيب شو المصول قال أنا من بوكت ومن دنجند قمت نفس المقدار من المصاري أخذت منه نفس المقدار أو صرفوا هنين اللي اتنين صرفوا نفس المقدار من المصاري تمام ثم بعدين صار المصاري كلان يعني متبقي المصاري المتبقية مع بوكت تساوي ضعفي اتنين كات المصاري المتبقية مع دنجنجن ف بهالحالة صار أيضا أنا من بوكت قمت اكس ومن دنجنجن كمان قمت اكس اللي اتنين صرفوا نفس المصاري نفس الاكس بس وقت صرفوا فصار المصاري يلي بقيت مع بوكتان تساوي ضعفي المصاري يلي بقيت مع دنجنجن ما نعطي بصير معي البي هي ميتان وثلاثين مع اكس يساوي اتنين ضرب د الدي هي مئة وسبعين مع اكس فبصير مع ميتان وثلاثين مع اكس يساوي اتنين ضرب تلاثمئة واربعين ناعس اكس بنقول هي لهون وهي لهون بيطلع معي قيمة الاكس تساوي مية وعشرة اذا نطلع معنا قيمة الاكس عشرة شو هي الاكس اساسا هي قديش صرفوا مصاري الشباب الطيبة يعني هاد الحاله قدي صرفوا هاد الحاله طبعا المقدار اللي صرفوا متساوي فالتنين صرف هاد صرف مية وعشرة وهاد صرف مية وعشرة طيب هو شو بده بناء على ذلك بوكت ودنجنجن كاتش ليرا هرجا مش مش هاي لازم نحفظوا هاد الفعل يعني صرفة تمام صرفة اذا طبعا انجليزيتك قوية ما تنسى انك تقرأ المسألة بالانجليزي تعالوا نشوف مثلا بالانجليزي المسألة بوكت هاز هاز يملك ميتين وثلاثين تالة ودويقو هاز كمان دويقو هاد الزنمي اسمه دويقو الله غبان عليه وسموه أهله دويقو كمان معه مية وسبعين ليرا after بوكت اندويقو سبيند شايفين الفعل بالانجليزية سبيند يعني صرف هون هرجا من دوشو هادا هو فعل صرفة صرفوا the same amount تمام هون اشيط مقدار شايفين نفس المقدار same amount same amount يعني نفس الكمية اشيط مقدار يعني كمان نفس المقدار أو نفس الكمية of money the reminder reminder يعني المتبقي أو الباقي هون المقصود فيه كلان مكتوب باللغة التركية كلان the reminder of pocket's money المتبقي من مصاري pocket becomes أصبح 2 times يعني 2 ك دويغو's money then how much money have pocket and دويغو spent قداش المصاري اللي صرفها كل واحد منهم إلا إحنا فرضنا X وطلعت معنا X 110 فالناتج 110 إيك بيكون هاد الدرس بتونا نكون كل التوفيق إلى اللقاء في الدرس القاضي